السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى فيديو جديد. معنا مكتابعين في كتاب الاسبكتانوي. هذا كتاب الارباية سبوخ. وصلنا الى الصفحة 9. قبل ما ابدأ الفيديو في هذا الموقع. هذا الموقع فيه دروس للمستويات الالمانية المختلفة. سواء من A1 وحد لحد C1. تقدر تنظم الى هذا الموقع عن طريق الرابط الموجود اسفل الفيديو. طبعا الموقع فيه تنفاصيل كثيرة بس ما فيش داعي نشرحها اذا فدرت على الرابط الموجود اسفل الفيديو. صفحة تسعة التمنين الرقم اثنين. يعني قم بالتعليم. يعني في اي مكان من الجملة يجب ان تقع الكلمة التي موجودة على يمين. طيب يعني راح حطها مباشرة. مفيش داعي نقراها ونرجع نقولها مرة ثانية. ماريا وباول يقومون بالهجرة. هنا تجي الكلمة. يعني نقوم باهدائهم تذكرت او قسيمة طيران. يعني الداتيف هون او المجرور بيجي قبل الاكوزيتيف. طبعا في معظم الاحيان. في احيان بيجي قبلي الاكوزيتيف بيجي قبل الداتيف. طيب. باول يريد المعلومات او معلومات حول الصين. داس رايزة بروحات زي ايم قي يبن. يعني مكتب السفريات قام باعضاء المعلومات له. يعني زي عايدة على الانفرماتشيون و ايم عايدة على باول. طيب. ماريا هات زيش ناخدين ناخدين فيزا باجتمام. يعني ماريا قامت بي السؤال بعد الحصول على موافقة الفيزا. دير بي امتر هات زي. هون تيجي الكلمة. دير بي امتر يعني قام الموظف او المسؤول كانو. زي يعني قام الموظف بالتوضيح لها. طيب ماريا هات. ماريا قامت بالتقدم على الفيزا. تاس كونسلات القونسلية هات اس هون الكلمة. يعني قامت بارسالها لها. ماريا و باول يقومون بالانتقال بعد اسبوعين. هون تيجي الجملة الكلمة عفوا. يقومون بارسال اه في الاميل. ماريا و باول يقومون بالانتقال بعد اسبوعين. اعمل ان يقومون بارسالنا الكثير من الاميلات. طيب. اير نيوشتات از از طول. مدينتهم رايعة. يعني وفي الصيف يقومون باعرضها لنا. طيب. كل شيء تم. يعني نقوم بالاجابة على اسئلة واستخدم ضمائر. ضمائر يعني مثل وما الى ذلك. طيب يقول لك. طبعا هون تجاوب على السؤال. بقول لك. كانس تو مير دي ايميل ادرسة فون الا شيكن. فيك تقول انه ارسل لك اياها بعدين او تقول لك ارسلت لك اياه. اذا بدا نقول مثلا ارسلت لك اياه. تقول ايش هاب دير زي شون قيشكت. يعني قمتوا بارسالي هناك ايش هاب دير زي قيشكت. او ايش هاب دير دي. احيانا بحطوهما دي بدل زي. يعني دي للاشارة الى الضمائر المؤنثة. يعني بدل زي. احيانا باستخدموا دي. بقول لك ايش هاب دير زي او دي قيشكت. طيب. الجملة الثانية بقول لك. ايش هاب دير زي او دي شكت. طيب. كاتب مثلا ايش هاب يعني قمت بعادتها دير. قمت بعادتها لك. ايش هاب اين دير. يعني قمت بعطائها لك فعلا. طيب. سيكون من الرائع فيندو او ماكس. دي انفرماتشون فيزا. سيكون من الرائع اذا قمت بعطاء المعلومات لماكس حول الفيزا. طيب يعني صراحة كلهم يعني ماشي على نفس الصيغة. يعني كلهم بقولون انه اعطيتك واملت لك. فهون مثلا بقول ايش هاب زي يعني المعلومات اين هو اه دو شون جيبني. يعني قمت بعطائها للمعلومات فعلا. طيب عفوا يعني هلأ اعطيت المفتاح لانه يا ايش هاب صراحة انه كاتب اين بس مايش مقتنع فيها. لانه اين بتكون بعدان من مذكر. هون هنا. هنا يعني المفروض مؤنث. فابدى اقول ايش هاب زي ايم. لانه هي العايدة على الشروسة يعني. فاتحيرت صراحة. يعني اللي كاتبه هون يعني ايش هاب اين ايم شون جيب راحت. يعني قمت بعطائها له. آه له. المفروض اكون كاتب يعني او الصح. انا شايفو ايش هاب زي ايم او زي يعني ايش هاب زي. يعني قمت بعطائها ايم شون جيب راحت. قمت بعطائها المفتاح تقول. طيب. يعني يجب ان نقوم بتوضيح طريق البيت او السكن للطالب الجديد. طيب. كاتب فير هاب اين هون عايدة على الطالب ايم عايدة على الطريق شون جيب. قمنا بتوضيح طريق له. طيب. هاي الحل الجملة الاولى يعني مثلا. اه كانس دو مير بتا دي ايميل ادريسة فون الاقيش ايش 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 هاب زي دير دخ شون جيشكت. طبعا ايش هاب زي يعني قمت بارسالها اه بارسال الايميلات دير لك دخ شون جيشكت. قمت بارسالها لك. طيب مثل ما قلنا هاي ترتيب الجملة. يعني اول شي بتيجي بتحكي عن يعني متى. بعدين او يعني لماذا. بعدين او يعني كيفة. واخر شو بتيجي يعني ما معناه الى اين? او وين? هذا الحاجة. طيب بقول لك يعني قم من يكمال الجمل ولكن ابدأ مع يعني اللي حاطين تحتها خط. طيب صراحة يعني كتبتن. فمشان نقراها ما فيش داعي نقراها مرتين. يعني بقول الحل مباشرة. طيب. الجملة الاولى مثلا. هم حالين هجملة الاولى مثلا بقولوا يعني قمنا الشهر الماضي بشكل عفوي بالسفر الى الا. طبعا اذا بتكون ترتيب الجملة بتكون يعني كلمته عفوي تيجي قبل مثلا السفر الى الا وهيك. يعني قصد انه ترتيب الجملة بالعربي احيانا ممكن يختلف شوي عن ترتيب الجملة بالانضاني. بس النهاية العبرة واحدة يعني. او المعنى واحد. طيب الجملة الثانية مثلا. الجملة الثانية بدا نبلش مع. بعدين بدنا نحط الفعل اللي هو يعني بدأت رحلة الطيران او اول شي بنقول بسبب عاصفة بدأت رحلة الطيران بشكل متأخر جدا من مطار فرانكفورت. طيب الجملة الثالثة الجملة الثالثة خلال رحلة الطيران الطويلة كانت اوضاعي ليست جيدة او بشكل شبه سيء خلال الرحلة. طيب هالجملة الثالثة الجملة الرابعة طبعا هن ها حاولين قاعدين بنمشي حسب تيكا مولو. بس ما يكونش فيه اشي منهن محتوط قاعدين من نتجاوز من نطع الثاني. طيب هاي الجملة رقم اربعة. الجملة الخامسة حاليا. ان انزرا ارسنة او لابستاق. هابن فير. زوزامن. اينا. شتات رون فارت. طيب. الجملة السادسة. ان دن نكسين تاديم. الجملة الثامنة او السابعة عفون. ام ارلاوب است دي زايت فيل اه فيل سو شنل فرغانجن. يعني خلال الرحلة يمضي الوقت بسرعة. طيب الجملة الثامنة. ام فلوغ هافن هابن فير فور انزرا ما افلوغ ناخ شنل اين بار ان دنكن جيكوفت. الجملة التاسعة والاخيرة. جوت ارهولت فلوغن فير ناخ دراي فوخن فيدر ناخ هاوزة تسوروغ. يعني كانوا مرتاحين سافرنا مجددا باتجاه المنزل بعد ثلاثة اسابيع قضيناه هناك. طيب هاي كان التمنيين رقم اربعة. تمنيين رقم خمسة. يعني قم بالاكمال او قم بنقل الضمير الى المكان الصحيح. طيب. راح حط الضمير مباسرة بمكانه الصحيح. يعني الجملة مكتوبة بالشكل واني راح حطه بالضمير الصحيح. او بالشكل بالترتيب الصحيح للجملة. يعني قبل الانتقال قمت باستعارة باص من احد اصدقائي. طيب. يعني المؤجر قام بارسال عقد الاجار لنا الاسبوع الماضي. ثم ابشيت. هاو ايش. ماينر فرويندن. يعني قمت بيعطى اه شو اسمه ورده لصديقتي. ماينر موتر اركنت ماينن نوين ميت بفونا نشت. امي لا تعرف زميلي في السكن. ايش هابة اين اير نوخ نشت فور قشتيل. لم اقم بتعريفهما الى بعضهما البعض. طيب الجملة الاخيرة ماين برودر موس يست افتر ماينر موتر يعني ينبغي على اخي ان يقوم مساعدة امي بالمزيد من اعمال المنزل. طيب توقفوا ان لاقعكم في داخل. السلام عليكم. اشتركوا في القناة